السلام عليكم الغزالات أتمنى أن تكونوا بخير والأخير اليوم إن شاء الله في إطار جهيزات العيدي توجد معكم فقاس سهل بمكونات متوفرة وبسيطة و يخرج كمية وفيرة جدا وأهم شيء أنه سهل و يستق من أول تجربة أخليبكم معي باش نشوف المقادر و طريقة تحضير سوف نحتاج لهذا الفقاس خمسة بيضات كأس حليب دافئ كأس زنجلان محمر زلافة دسكار سنيدة زلافة زيت نباتية هنا لدي شوية اللوز تحنطه كما تشوفوا جوج معالك كبار مملؤين من النافع الدقيق الفورس أو الدقيق الأبيض تقريبا كيلو جوج خمارات بالنسبة لطريقة التحضير سوف نأخذ كأس الخلاط سوف نضيفه البيض الزيت السكر والحليب نضيفه ثم نضيفه مكونات ثم نضيفه كامل سوف نضيفه جئة ثم نضيفه تحضير مكونات ثم نضيفه ضيفه تقريبا تحضير نسف كأس العنبا زلت عليه الزنجلان ونزيد عليه النافع سنخلطهم ونجمعهم بالدقيق بالنسبة هنا هي الدقيق فكي يبقى الكمية على حسب النوعية وعلى حسب الحجم البيض يعني ممكن اهزلكم من كيلو حتى الكيلو وربع انا بالضبط اهزلكم كيلو ومئة جرام اشتركوا في القناة شكرا نجمع المصف بالطريقة حتى نحصل على عجينة لست تكون امامة لا يمسحة لانو إذا كانت عجينة قصحة سيتشتط لكم قسم الفقاس في الفران و احب كما ترى قسم العجين و احب كما ترى اذا يجب ان الفقاس يكون صغير قسم على عدة كورس اذا يجب ان يكون كبير قسمه على 3 أو 4 كما نفعل قسمت العجين تالي على ثلاثة ودر ثلاثة ديال الكورات كما قلت لكم هنا بغيت الفقاس يكون صغير تقدروا تديرهم على تقدروا تخرجوا منه اربعة ديال الكورات او الاكتر هنا يا غادي نحرب له طويل يكونوا بثلاثة في نفس الحجم كما كيبال لكم نحاولوا نقذوهم قسمت العجين ديال كنديرو في واحد الطاوى اللي كدخل الفران هنا انا فرشت له ورق الزبطة غادي ناخد ندير فيه بعض التقوب بنسبة الناس اللي كيتشقق ليهم الفقاس في الفران غادي نضغط عليه واحد شوية وغادي ندير فيه تقوب كي يغضون ولا بقطة بكما كتشوفو وحاولوا تقبوهم زيان حكا باش ما كيتشققش لكم في الفرن من بعد غادي ندهنوا غادي ندهنوا هنا يا انا زرت غيل ما اونيس كافيس قدروا تديروا الماء والكاكاو اللي بغيتو يستحسن ما تديروش البدل انو كينشفهم وفي الفران كيتشققوا غادي ندهنهم زيان من الفوق ومن الجوانب ومن بعد غادي ندخلهم يطيبو بالنسبة للطياب فغادي تكون العافية مهيلة بزاف يعني لك تغطيبوهم في الفرن ديال القاس غادي تنقصوه لأقصى دراجة وما غاديش تحطو الطاوة ديريكس من فوق من ديك الحديدة ديال الفران تحطوها في الطاجر اللول يعني تكون بعيدة على الحديدة للفران وغادي تخليوه تطيبو المدة ديال 60 حتى 65 دقيقة والعافية تكون مهيلة يعني تكون ناقصة لأقصى حد تخليوه ياخد راحته في الطياب وتقلبوه الى بليكم صفيش الدراسه راح كيبقى غي شوية من الفوق بحل ما طيب شكته بطهل تحت فقط واحد شوية وتخرجوه ولكن في الفوق خصو يبقى تقريبا 60 دقيقة حتى 65 دقيقة انا تقريبا 65 دقيقة في الفران من بعدها بطهل تحت غير واحد شوية باشي شد فراصه من الفوق وكن نخرجوه من بعد ما كان دهره مزيان كناخد فوق شات وكندر فيه بعض الخطوط الموسمة ويجا كيما كسبل لكم طبعا سقدروا يديروا اللي بغيسيو وذا بغادي ندخلو الفران يطيب من بعد ما طبلي الفقص ديالي هانتوما كيما كتشوفو راه ما تشققش محتاش حاجا هدوك فقط الاطر ديالتقوب اللي تقبنا جربو هالطريقة راه انا متأكدة 100% انو غادي نجح معاكم كيما كتشوفو راه ما تشقق محتاش حاجا دابا غادي ناخد واحد المنديل اللي يكون نقي وغادي نفزقوه ونعصروه مزيان يعني يكون مبلل ولكن تكون عصرتوه مزيان مزيان وغادي نغطي به هاد الفقص ديالي انا درتوه في بلاتو غادي نغطيه وغادي نزيد نغطيه بواحد البلاستيك وغادي نخليه للكامرة حتى اللي ان شاء الله عاد غادي نقطعوه لان شاء الله عاد انا انا اعطيه مزيان 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 من بعد ما دست للكامرة لما بغادي نخليه للكامرة تقدروا تخليوه مثلا غير نص نهار ولا تخليه واحد ربعة تسوية عاد ما بقتل تقطعوه المهم خلصو يكون بارد مزيان 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 قطعه عادي نقطع فيه نستمر في تقطاع وندخلو اي طيب هنا بالنسبة للطياب نضيف العافية تكون من الفوق يعني الطاوات تكون تحت والعافية تكون من الفوق منها نقصو عليها ونجعله حتى يبدأ يتحمر لنا على خطر خطره من بعد اللي كسب علينا تحمرات نقلبوها على الجهة الاخرى باش تتحمر ونجعله على خطر خطره ونعطيه وقته ما تجهدوش عليه العافية العافية مهيلة ونجعله يتحمر على خطره بالنسبة لهذه الكمية اللي حضرت معكم رعا ما شاء الله عمرت لي ثلاثة ديال طاوات كبارين ونص يعني خرج لي واحد الكمية اللي هي يعني مزيانة انا مازال راه درت الفقاس كبير يعني لو درتوه صغيرة غدا يخرج لكم كمية اكثر فهذه الكمية هذي اللي خرجت ليه يعني كمية مزيانة بزاف بالنسبة الاحتفاظ فهو تحتفظوا بفتاسة واللفز اللي يكون كي تسد مزيان سافي هاد شي اللي كان طوانك انا غادي انتهي طيب ونخلي لكم واحد صورة باش شوفوا شحال خرج ليه خرج لي واحد تبصيل كبير يعني عامر تل مقبب كي كان قولو غادي نخلي لكم منورة هنا باش شوفوا الكمية اللي خرج ليه اغلا هورف قصد ياريكي جاكت من الفيديو دي اليوم يجبكم تلقى فوصفة جيدة ان شاء الله موسيقى 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 المترجم للقناة